نتوجه لزيارة الإمام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء قربة إلى الله تعالى ونيابة عن شيعة أمير المؤمنين ومن أوصانا بالدعاء والزيارة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبنى رسول الله السلام عليك يا أبنى أمير المؤمنين وابنى سيد الوصيين السلام عليك يا أبنى فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أثار الله وابنى أثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله السلام عليك يا أبنى فاطمة والزيارة وابنى أذύ者 السلام عليك يا أبنى أثاره السلام عليك يا أبنى Control السلام عليكم يا أبنى أثاره الدمى أعيد الحسين السلام عليك يا أبنى أثاره السلام عليكم يا أهنى أكره فاطمة اللي لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروغان ولعن الله بني أميتي قاطباه ولعن الله بن مرجاناه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمتان أسرجات وألجمات وتنقبت لقتانك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلبا ثأركا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآقرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلاك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم الناس لمن سالمكم وحرب لمن حربكم وولي لمن أولاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدما صدق في الدنيا والآخرة وأسأله وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلبا ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآهار اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماته ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به من أمياه وابن آكلة الأكباب اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاويتا ويزيد ابن معاوية الله عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعات وبايعات وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالمين من اللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهين الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة